تدعو مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وهو ما ترجمته الدبلوماسية المصرية إلى اتصالات مكثفة على مدار شهور العدوان على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية واستضافت مصر مؤتمر القاهرة للسلام بمشاركة قادة إقليميين ودوليين في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين الفلسطينيين فتح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي جراحا قديمة تنزف معها دماء أكثر من عشرين ألف شهيد وبما يفوق أربعة وخمسين ألف مصاب وتجددت خلال حرب الإبادة مواقف التضامن العربي مع القضية الفلسطينية استهلتها مصر بالتحذير المستمر من عواقب وقيمة لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين مصر بقيادة الرئيس السيسي دعت إلى ممارسة أقصى دراجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وقد ترجمته الدبلوماسية المصرية إلى اتصالات مكثفة على مدار شهور العدوان على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية فضلا عن عقد مؤتمر القاهرة للسلام بمشاركة قادة إقليميين ودوليين في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين الفلسطينيين إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل وبادرت الدولة المصرية بفتح المعابر على الحدود لتسهيل المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الطبية العاجلة للمصابين الفلسطينيين تزامناً مع الرعاية المصرية لمفاوضات الهدنة والتبادل المحتجزين بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية والمطالبة بضرورة وقف القتال وتهدئة الأوضاع الميدانية في غزة وتوالت ردود الأفعال الغاضبة عربياً على المستويين الرسمي والشعبي حيث دعت السعودية إلى الوقف الفوري للتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين وضمان عدم حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والحد من تقرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته بدورها طالبت الإمارات بضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الربعية الدولية لإحياء مصار السلام العربي الإسرائيلي تزامناً مع جهود مصرية قطرية لمفاوضات تثبيت الهدنة المؤقتة في الأراضي المحتلة وبينما انصبت مواقف الخليج على التحرقات السياسية اتسمت الرؤية في دول شمال أفريقيا بمزيد من التهديد للمصالح الإسرائيلية واتهمت تونس الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال اجتماع طارق عقده مجلس الأمن القومي في الثامن عشر من أكتوبر الماضي وسط دعوات من منظمات المجتمع المدني لتنظيم مظاهرات شعبية رافضة للممارسات الإسرائيلية